لازم تشوف الصورة والمشهد بتاع الإنسان الإنسان بن قسين الفلسطيني وهو يكافح لأجل الحياة ست بتحط حتة طمر في فم رضعها لأنه ما فيش حليب حتى في غزة حتى الرضع لا حق لهم في حياة حتى الرضع أصبح لا حق لهم في الحياة لا أمل لا أفق لا مستقبل والعالم لا إحساس لا إنسانية لا روح لا ضمير لا شيء عالم للأسف الشديد أصبحت بتحكمه سلوكيات التوحش فقط والاستثمارات بتاعتنا كلها صامتة معرفش ليه يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام اللي هفضل أقوله طول الوقت لو سمحته بعد إذنكم محدش يزايد على الدور المصري بأي حال لأن إحنا نزايد على طوب الأرض ده في القضية دي بس ومصر دولة وشعب لا يعشق المزايدة بل لا يحب المزايدة بل يكره المزايدة سيبنا من شوات عالة صغيرة موجودة بتزايد على دولتها وده شيء غريب جدا يعني ما شفتوش في حياتي ولا عايز أشوفه بصراحة لكن إحنا حملنا على كواهلنا كمصريين كل أوزار القضية العربية بالأخطاء التي لم نكن شركاء فيها على الإطلاق وبكل نقاط الضعف العربي تحملتها مصر مصر أهي كده لوحدها محدش تحمل اللي احنا تحملناه ومحدش يقول وحدة كمان تحملنا لا فمحدش يزايد علينا جو بايدن بيعمل إيه؟ جو بايدن بيحاول يكسب قدر الاستطاعة أي نقطة قد يضفها لي اللوبي صهيوني ينسى تماما جو بايدن لأنه على ما يبدو فقد لياقاته السياسية بالكلية اليسار اليهودي اللي موجود في أمريكا مش معاك هتنجح في الانتخابات؟ لا مش هتنجح لو هو عاوز يخرج من البيت الأبيض خروج مشرف يحل محدش يتكلم عن الحل وهو بيدفع حزم مساعدات مالية كاش على الترابيزة مليارات الدولارات ويقولوا اصلا احنا عاوزين نحل تحل ازاي؟ انت بتمول الكيان الغاصب المحتل الوحشي اللي بيدرب وبتقوله وانه بيتبضل ضرب بتموله ليه؟ بعيت له قطع عسكرية في البحر المتوسط ليه؟